حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرني ابن لهيعة عن بكير عن بسري بن سعيد عن أبي بن كعب قال نازعني عمر بن الخطاب في المتوفى عنها زوجها وهي حامل فقلت تزوج إذا وضعت فقالت أم التفيل أم ولدي لعمر ولي قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيعة الأسلامية أن تنكح إذا وضعت حدثنا يحيى بن إسحاق وقوتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشجي عن بسري بن سعيد قال سمعت أم التفيل قال قوتيبة أمرأة أبي بن كعب أنها سمعت عمر بن الخطاب وأبي بن كعب يختصمان فقالت أم التفيل أفلا يسأل عمر بن الخطاب سبيعة الأسلامية تتوفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد ذلك بأيامين فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم